بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا شعب تونس الكريم الأبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتحدث إليكم اليوم باسم قائمة طيار المحبة عن دائرة ويليت سوسة طيار المحبة يتنافس في هذه الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية في الداخل وفي الخارج وعنده برنامج انتخابي موحد أطمئنكم أولاً أن أصواتكم لن تضيع أبداً بحول الله لقد تعاهدنا ومضينا على عقود قانونية للعمل صفاً واحداً تحت قيادة الدكتور محمد الهيشم الحامدي من أجل تطبيق جميع بنود برنامج طيار المحبة نحن سنتصدى للسياحة الحزبية وسنعمل لمنعها بالقانون في انتخابات 2011 نيلة القائمات التي رشحها الدكتور محمد الهيشم الحامدي على 28 مقعد هذه المرة نطلب منكم منح طيار المحبة أغلبية مقاعد مجلس نواب الشعب ومقابل ثقتكم وأصواتكم نحن نتعاهد لكم بما يلي أولاً تطبيق نظام الصحة المجانية بما يضمن تسليم تفضل معالجة لكل تونسي محروم منه اليوم بسبب الفقر أو البطالة ثانياً تشغيل نصف مليون عاطل عن عمل من جميع الولايات يومين في الأسبوع مقابل 200 دينار لغاية تدبير عمل مناسب لصالح المستفيد هذا هو نظام منحة البحث عن العمل ثالثاً تسليم بطاقة تنقل مجاني في الحافلات والقطارات لكل من أتم 65 سنة من العمر رابعاً إنشاء وزارة ترعى مصالح عماننا في الخارج خامساً دعم ومؤازرة الفلاحين والعاملين في قطاع الصيد البحري سادساً حماية الحريات وبسط الأمن والعدل والسعي لاعتماد الإسلام كمصدر أساسي للتشريع وتجدون بقية البنود طيار المحبة على الموقع الإلكتروني الهاشمي بوانات فيا كل تونسي محروم من تفضل معالجة بسبب الفقر أو البطالة أو كل عاطل عن العمل أو كل من أتم 65 سنة أو مهاجر أو فلاح أو مؤيد لاعتماد الإسلام كمصدر أساسي للتشريع هل تجدون في الساحة السياسية برنامجاً سياسي أفضل بما يقدمه لكم طيار المحبة ويلتزموا ويتعاهدوا بتنفيذه لكل ما سبق أطلب منكم بقوة أن تملحوا قائمات طيار المحبة أغلبية الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية في الداخل وفي الخارج وبحول الله لن نخيب حصن ظنكم وثقتكم بناء وسترون مع طيار المحبة العز والخير كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة